أعطيك أسفل لتجميع المجتمع التي تسعى نبيل المسكين والحفظة والحفظة ولكن الآن مجتمع لتجميع المجتمع في السبب أسفل والحفظة إلى الله من الآن والأحيان والأحيان أمين الحقيقة انا سمعت خبر نبيل وانتقال السماء لما فتحت الموبايل في المانيا قبل ما اوصل لمصر قبل ما شفت الخبر تأكدت النبيل دلوقتي ووصل السماء قبل ما انا حتى اوصل مصر وعندي ثقة كبيرة في النهود الوقتي في الفيردوس لان مبيل كان امين في حاجات كثيرة او في حياته وسيد المسيح قال كن امينا في القديل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح في يدك مبيل كان امين في حب لأسرته وامين في حب لخدمته وامين في حب لعمله كل انا لاحظنا قد ايه حب لزوجته كن وبنته وانا والاخوه والاخواته وأولادهم وارتباطه بيهم وارتباطهم بيه وكان بيفكر كتير فيك يا امين وانا وحياتهم في المستقبل دايما نقول له احنا قلنا في ادين ربنا ربنا هو الوحيد اللي هياخد باله من أسرته وكان لنا لاحظنا قد ايه هو امين في خدمته فقوضوا الكنيسة في اللجنة بتاعت الكنيسة في البرد بيعمل اقل واضرر الاعمال وكان بيقدم خدمات للناس كلها حتى اللي ما عرفوش الناس كتير يعرفوه مثال خدمته ناس كتير سموا عن خدمته ونسمع كتير عن علاقته بكل الموظفين في الشركة اللي بيشتغل فيها سواء المسؤول عن الشركة او العمال اللي في الشركة انسان محبوب من الكل عشان كده امانته اهلته ان يدخل السماء عزائي لأسرته لكم والانا والالبرد ولكل افراد أسرته وبقول ايضا عزائي لكل كنيسة فعلا فقدنا واحد في الكنيسة في الارض لكن عزائي انه هو انتقل ليكون شفيع لنا في الكنيسة في السماء ربنا يبارك في حياتكم كنت اتمنى اكون معاك في الموقف دوت لكن ظروف السفر يعني حالة ان انا اكون نفوستيكم لكن انا عارف ان ربنا هو اللي بيعزي مش كلمات الانسان ربنا يعزيكم يعزيكم للأسرة لإلهنا كل مدد وكرمه من الان ولا الابد موسيقى 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 تتحدث عن مجموعة مجموعة مثل نبيل مجموعة أريد أن أشارك معكم أنني لم أردت عن هذا اليوم و لم أردت أن أكون هنا لا أعرف كما يمكن أن أستطيع هذا ولكن أتمنى أن أقول ما هي المهمة على الأقل، أتمنى أن أتمنى أن أفعل هذا لا يوجد أشياء أن يمكن أن أعرف كمفر المدى و المفضل أن نشعره هو لطفق لدينا كل حياة المدى هو مثل المدى المدى قد يهتم بفقد ولكن مدى قلت لا يستطيع أن أستطيع أن أعرف لقد أعرفنا نبيل المعارضة والحيوات والحيوات المعارضة منه يتعرفون لتعرفتكم لقد أحبت له المجموعة، أحبه، 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 أحبه أحبه لم يتحدث عنه عندما يحتاج إلى المساعدة وعمل في صحيحة ومساعدة من المساعدة اليوم لا تحبه بل أن نشاركه كثير منكم بأن نبيل أمي ميداً والحقًا بالخطوة والسلام كما أعتقد أن نكون شئاً أبداً ومن المتحدث عنه ومن المتحدث عنه ومن المتحدث عنه في هذا المجلس على حول 10 سنوات أولاً. كان هو قدر في نفسنا. كثير من الناس كانت بإنه في مجلسة حلقة. حالياً وحالياً 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 وحالياً. since then we shared countless meetings gatherings phone calls parties and especially his kofta and kebab he was always a happy and a helpful man thanks to him i became a better person if i were to mention all the things we learned from him i would never finish today but when we understand this is real our only comfort is in knowing he is in a better place he was determined and had a good long fight but now there is no pain there is no suffering he is in paradise of the grace and the joy with all the saints up there he will be with us wherever we go until we meet pray praise and laugh again like we did before he waited to celebrate the victory of the resurrection we believe there is no more death but departure to an eternal life this is the price jesus christ paid by shedding his blood he has always been there when anyone needed him and needed his help nabeel was an honest courageous hard-working intelligent caring loyal loving dependable and very thoughtful man he was very close to all his friends and family and had a lot of people who cared about him today and the last few days and the last few weeks are a great testimony of that one of nabeel's best trips was that he always lived his life at its fullest and loved to work cook laugh and smile whenever anyone was feeling down and needed a friend to lean on he was there for them people knew no matter where life took them or what challenges they faced they knew that they could always count on him it is not possible to put into words the importance of friendship and how much nabeel meant to me and many of us he positively influenced our lives in so many ways and we will miss him with all our hearts nabeel thank you for your friendship i will always miss you forever and i will always remember you rest in peace my friends in the bosom of your christ on behalf of the board we offer our deepest condolences and heartful prayer that the lord gives him and his wife and anna his loving daughter and the whole family comfort and peace from his holy spirit the comfort glory be to god forever amen on behalf of the deacons and the servants of the church i'll have a couple of words we may depart in flesh but always the glorified church in heaven and the struggling church and repenting church on earth will remain united from the psalms of our father david psalm 117 the righteous is an everlasting remembrance the righteous is an everlasting remembrance nabeel's michael his actions and his deeds will always remain remain remembered by the church and by the members of the the church and the servants nabeel was a friend of ours and i have to share a couple of instances where he was very close to the kids and he used to have fun with the kids the way he used to have handshaking with the kids they still remember it till now while nabeel was in the hospital one of the sunday school kids came to me and he said can i go have handshaking with him for the last time this is how the kids used to be around him and love him he used to serve with humility until the last day while he was able to walk around the church he used to still go around the church pick up the trash and put it in the garbage can himself i told him nabeel i was working with him let me do it he said no i have to do it till the end we all remember nabeel in our prayers we all remember the family anna simon one of the kids of our sunday schools we remember you you're always going to be with us kim we remember your prayers and your service as i said the righteous is an everlasting has an everlasting remembrance and nabeel will always have an everlasting remembers remembrance with us till the end till many years to come on behalf of the deacons and the servants i offer our condolences to kim michael and anna simon and i give the mic to marian shaheed on behalf of the youth to offer a few words of the funeral service of nabeel michael will be in los angeles on saturday may 10th and please follow up with the church email for more information may the lord repose his soul in the paradise of joy and be with us all ameen is 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 اشتركوا في القناة